في خبر آخر أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن توفير خدماتها البريدية استثنائيا غدا وسعيا لضمان استمرارية خدماتها ولمواجهة التوافد الكبير لزبائنها على المكاتب البريدية في هذه الفترة الخاصة بعيد الأضحى وأوضح بيان للمؤسسة بأن أبواب مكاتب البريد ستكون مفتوحة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار بالنسبة للمناطق الشمالية أما بالنسبة للمناطق الجنوبية فستكون من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا كما تقرر تمديد مواقع عمل كل المكاتب البريدية بساعتين يوميا خلال الفترة من الثالث والعشرين جوليا الجاري إلى الثلاثين من نفس الشهر